السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون يعني في آخر حلقة من حلقات دروس السابقون أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته طوال هذا الشهر الكريم مبارك أن يجمعنا في الآخرة على باب الريان الذي يدخل منه الصائمون فلا يدخل منه أحد سواهم أسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلنا من الذين فازوا في هذا الشهر الكريم وقاموا بكل ما يرضي الله عز وجل من صيام وقيام وقراءة القرآن وذكر لله عز وجل وتوبة النصوح وإطعام للفقراء أسأل الله عز وجل أن نكون ممن غنموا وفازوا بهذا الشهر الكريم النهاردة هنختم دروس السابقون بعلو الهمة في طلب الجنة كان لازم طبعا تختم بالجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى لو حبيت أقول لك إيه رأيك هديك مليون دولار هديه هتقول لأ طب لو قلت لك هجيب لك أجمل زوجة في الدنيا ترفض طب لو قلت لك هديك أسر على النيل ممكن ترفض طبعا لا أمال هل ممكن ترفض دعوة جيالك من الله ودعوة جيالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه دخول الجنة أجيالك دعوة فعلا اسمع خذ الدعوة بطول إيه والله يدعو إلى دار السلام دار السلام دي الجنة فربنا بيدعوك للجنة موافع ولا ماذا موافع طبعا موافع والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوك إلى الجنة ايه الدليل خذ الدليل باسم عظيمة صلى الله عليه وسلم حديث روالة ترمذية بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدهما للآخر والحديث روالة بخاري والترمذية فقال أحدهما للآخر اضرب له مثلا يعني اضرب لنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا بنى دار كبيرة ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة طعام ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب ومنهم من أبى إيه تفسير الرؤية دي قال فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هو الجنة وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها موافق لنش موافق دعوة جاء لك إيه من ربك جل وعلا ومن حبيبك صلى الله عليه وسلم عايز دائما يبع عندك شوق شديد جدا للجنة سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم الأيام أرسل في يوم الأيام يعني كان ليه موقف جميل جدا لما كان والي على المدينة منورة أرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة قال يا رجاء اشتري ليه ثوبا جديدا فاشتر له ثوبا جديدا بخمسمائة درهم خمسمائة درهم فجاء فقال ما رأيك يا عمر قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن بخمسمائة درهم فلما أصبح أميرا على المؤمنين يحكم ستة وعشرين دولة فقال لرجاء يا رجاء اشتري لي ثوبا جديدا فاشتر له ثوبا بخمسة دراهم فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين قال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن فبكى رجاء وقال ما شأنك يا أمير المؤمنين اشتريت لك ثوب وانت لسه والي على المدينة خمسمائة درهم وانت لد الخيص واشتريت لك وانت أمير المؤمنين ثوب بخمس درهم طلل النغالي قال أجل يا رجاء أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا تواقى نفسه عنده هم عالية جدا إن لي نفسا تواقى ما وصلت إلى شيء إلا وطاقة للذي بعده فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون وليا على المدينة المنورة فلما أصبحت وليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين فأنا الآن أعمل لتلك الجنة يا الله ولذلك كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان دايما يشوأ الصحابة ويشوأ الأمة للجنة حديث روى مسلم سيدنا حنظلة لم قابل أبو بكر قال له يا أبو بكر نافق حنظلة ما الذي جعلك تقول هذا قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين وكأن رأي عين دي من شتيك مثلا مرة ومرتين كان يكفل النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الجنة والنار فليأتيه الصحابين فأقول له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت وأمي فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذب لجبل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول أنت قال أسأل الله الجنة وأستعيذ بهم من النار فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن أنا ومعاذ حول الاستعاذ من النار وسؤال المولى عز جل الجنة ويوضح لك نبع الصلاة قدر الجنة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لقاب قوس لقاب قوس وفي اللواية لموضع قدم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب يعني موضع القوس ده في الجنة أفضل من الدنيا واللي فيها يا سبحانه الملك وما البقى اللي هيبقى ملكه في الجنة احنا ننسى جيهن موضع يعني كبير ان شاء الله لخاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه شمس او تغرب وفي رواية عند أحمد والترميذي بسند صحيح يقوله صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة يبدأ يعني ظهر خب بالك بقى لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض حتى قد كده لو ظهرت تتزخرف لها الدنيا كلها أو بما فيها ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ولذلك سبحان الله في شهر رمضان الكريم ده بتفتح أبواب الجنة الثمانية وتغلق أبواب النار السبعة وينادي منادم من كبر الله جل وعلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كفاية بأزنوب ومعاصي إلحى نفسك واتوب إلى الله عز وجل وأقبل على الله عسى الله عز وجل لأن يقبلك وأن تكون من أهل الفردوس الأعلى هو إحنا لما بني نسأل نفسها حتى وإحنا بنتكلم عن جيل الصحابة رضي الله عن المرضى إيه اللي خل الصحابة دايما في المقدمة دايما في المرتبة العالية والمنزلة السامقة التي لا يطاولها أي إنسان على رجل الأرض أولا لأنهم محبون لله أكثر مما يخطر على قلبك ومحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة التالتة أن هم طلاب جنة ما هماش طلاب دنيا ما هماش إيه طلاب دنيا فرق كبير جدا من واحد بيطلب الجنة وواحد بيطلب الدنيا الإنسان اللي بيطلب الدنيا ده ده إنسان ضيع نفسه واش معنى كده أن إحنا بقى نترك الدنيا لا بالعافية أن أعيزك تكون أغنى واحد وأسعد واحد وأعلى واحد في المنصب والمنازل والمراطبة لكن لا تجعل الدنيا في قلبك إنما جعلها في يدك واجعل محبة الله جل دائما في قلبك جل جلاله فهي دي المسألة هي دي المعدة الصعبة اللي إحنا عايزين نحقها إحنا نارضع مدينة كل مدينة يتكلم عن أي شيء وليه وكان الصحابة بيعمل كذا والصحابة ده كان بيعمل كذا والصحابية ده عملت كذا طب وإنت فين؟ طب وليه ما أحكيش عنك؟ ليه أنا وأنت ما أحكيش عن بعض؟ ليه ما أقولشي فلان ده ما شاء الله والله بيعمل زي ما كان الصحابة بيعمله وفلان ده ما شاء الله كان بيقلد النبي بالملي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعني تأمل كده معايا المشهد ده كما عندي أبي ضوط بإسناد الحسن ينبع السلام بيندبوا الصحابة للصدقة يعني ما أوجبش عليهم ما قالش كل واحد يبقى عنده إلي يبقى ياثم لا بينهم يعني بقدعوكم للصدقة فذهب عمر بن الخطاب بنصف مالي قال فوافق ذلك عندي مال فأخذت نصف مالي فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ماذا طرقت لأهل كأولادك قال طرقت لهم مثله سبت له نصوم زيهم بالضبط قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي ماذا طرقت لأهلك وأولادك أبا بكر قال طرقت لهم الله ورسوله يا الله المسألة احنا بحكيها حديث حكاية فهم زي ان عملك استشعرت المعنى عملك حسيت انك ممكن تضحب كل مالك كل ما تملك بجهد سنين عمرك ومر واحدة تحطها كده في حجر النبي صلى الله عليه وسلم طب تعالى شوف المسألة تاني صهايب الرومي والحديث روما مسلم صهايب الرومي لما جيه مكة كان فقير جدا قعد يتهاجر ويبيعه واشتيره الحمد لله وربنا وفقه انه بقى معه ثروة كبيرة جدا وبقى من أغنى أغنياء مكة ربالك ساعة الهجرة هو تأخر شوية في الهجرة فكان هاجر بعض الصحابة وهاجر النبع السلام وهو كان بيهاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهاجر المشركين عرفوا المعادل هو يهاجر فيه وراحوا متربصين على المخرج بتعمك فقالوا يا سهايب جئتنا سعولوكا لا مال لك واليوم بعد أن اغتنيت تريدوا أن تذهب بهذا المال والله لا يكون السهايب الرومي ده كان من أمهر الرماب السهام يعني رام مهر جدا فقال إنكم لا تعلمون أني من أرماكم فبكل سهم والله أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتلوا بالسيف لكن الطيب أحسن إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجل قال فمالي في المكان الفلاني ودلهم صهايب على مالي وراحوا ولقوا المال في مكانه وسابوا صهايب عشان يهاجر طب إلا خلاهم يستدقوا صهايب لما كانوا ممكن يبقى يضحك علينا لا هم عارفين رغمهم كفار ومشركين بس عارفين أن النبي رب الصحابة على الصدق وما فيش حد فيهم أبدا بيكذب يا الله تخيل لما الكافر كان يصدق الصحابة في الوقت اللي فيه النهار ده مسلم ما بيصدقش أخو المسلم دي الانتشار الكذب نصد الله عز وجل أن يتوب على كل المسلمين يعني سبحان الملك فكان الوحي قد سبق صهايبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل في التوى اللحظة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث مع صهايب فلما وصل صهايب مدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم وهشة وبشة في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري يشري يعني يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحان الله باعت العقبة الثانية جماعة باعت العقبة الثانية اللي قالوا فيها 72 راجل أو 73 راجل على اختلاف الرؤيات وامرأتان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان شروط البيع عجيبة جدا تبايعون على السمع والطاعف المشاط والكسل وعلى الأمر بمعروف ونهى على المنكر وعلى كذا وعلى كذا وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعوني منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأزواجكم طب إيه التمنى يا رسول الله نبع السم تقريبا خد منهم كل حاجة قالا ولكم الجنة يعني هيأخذ منك كل حياتك دي كلها وفي مقابل هذا ولك الجنة فقالوا ربي حالبيع لا نقيل ولا نستقيل يا الله ووافقوا جميعا أن يكون الثمن هو الجنة في يوم بدر يوم بدر عدد الصحابة كان تلت عدد المشركين خد بالك والمسألة يعني كانت معركة فاصلة بين معسكر التوحيد وبين معسكر الكفر والشرك ونبع السم حب أنه يعني المسألة الفوصل فيها هو تذكر الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم ورجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة صحابة برضو لسه الموضوع أول مرة يخشوا الجهاد ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضوها السموات والأرض فقال عمير بن الحمام بخن بخن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير قال لا شيء يا رسول الله سوأني أرجو أن أكون من أهلها فقال أنت من أهلها دخل عمير ابن الحمام أخذ بعض الطمرات كالطمراء أو اتنين ثم نظر إلى سائر الطمر وقال لئن أنا بقيت وفي رواية لئن أنا حييت حتى أكل تلك الطمرات إنها لحياة طويلة فألقى الطمر ودخل فقاه تلف قتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم في يوم أحد مشهد من أعجب المشاهد أنس بن نظر الحديث في الأول بخاري يا مسلم كان تأخر عن غزوة بدر لمرض شديد نزل بجسدي وأنس بن نظر ده عم أنس بن مالك فقال لئن أشهدني الله مشهداً آخر يعني غزوة تانية ليران الله مني ما أصنع خبالك بقى وعده فلما جاء يوم أحد دخل أنس بن نظر فقاتل قتالاً شديداً حتى لقيه سعد بن معاذ خبالك بقى من الكلام فقال يا سعد واها لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد أنا شامل من ريحة الجنة عندي جاء بقى أحد فكان الناس بتفر وتجري من أرض المعركة خذ بقى من المشاهد ده وأنس بن نظر هو الوحيد اللي داخل يجري في أرض المعركة بيجري وراء ريحة الجنة فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه في رواية أنه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد إن النبي تقتل فجلس الصحابة جانبا وألقوا السلاح بتاعه فمر عليهم أناس بن نظر قال ماذا تصنعون قالوا قتل رسول الله لا كلام مش منطقي يعني قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجب قال إن كان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله ايتم تحبوا النبي للدرجة دي طيب خلاص طب طالما ما تحبوه عايزين تعيشوا ليه بعد النبي قال فماذا تصنعون بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم أنس بن نضر وشهر سيفه وقال اللهم إني أعتذوا إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأوا إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار ثم دخل فقاتل فقتل فوجدوه بعد الغزوة ولم يعرفوه ما عرفته إلا أخته ببعض بناني بعض العلامات في صاب عليه قالوا وجدناه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رميات بسام فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع اطباق بكرآن يطلق اليوم الخيامة من المؤمن رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لما قتل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة بقر معونة كان من بين من قتل والحديث الرؤال البخاري حرام ابن مرحان عايزة اختم معاه المشهد العجيب ده جال واحد من المشيكين وراجل ده أسلام بعد كده فضربوا بالرمح تعالف الرمح ده ضخم جدا يعني فضربوا بالرمح من ظهره فطلع الرمح خرج من صدره خبالك من منظر فالدم طلع زي النفورة من صدره فأمسك بالدم ووضعه على وجهه وقال فست ورب الكعبة فست ورب الكعبة خبالك من المشهد ده فالرجل المشك اللي أتره بيسأل واحد زمينه بقول له أي فوز هذا أمجنون هذا رجل قال لا لا سبب مجنون إنهم يعتقدون أن من قتل منهم شهيدا في سبيل الله فهو من أهل الجنة فلما قتلته أنت ظن أنه بذلك قد فاز أنه من أهل الجنة فلما سمع الرجل تلك المقالة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأذن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ضمنه أيضا المشاهدة عجيبة جدا كان في غزوة بدر واحد اسمه خيثمة ابن الحارث خيثمة ابن الحارث له ابن صغير اسمه سعد فلما جاءت غزوة بدر خيثمة ابن الحارث عايد يخرج وجهة في سبيل الله فرحم نادي ابنه سعد قال يا سعد تعلموا أن النساء ليس سمعون أحد هو كان عنده سعد ده بس عنده حوالي 15 سنة وكان كل بقيت خلفته كلهم بنات وزقته معا فقال له يا سعد أنت تعرف أن أمك وإخوتك البنات قاعدين لوحدهم فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله بس كلام الابن بقاه قال له إيه قال يا أبتا والله لو كانت الدنيا بأسرها لا آثرتك بها لو كانت الدنيا كلها أقدمها لك عن طيب خاطر ولكن نهى الجنة يا أبتا والله لا أوثر أحدا اليوم بالجنة فدخل سعد بن خيفمة بن الحارث فقاتل فقتل شهيدا في غزوة بدر فجاء الصحابة يعزون خيفمة بن الحارث باستشهاد ولده فقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يصرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وينادي ويقول أبتا إلحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يا الله شفت دي كان الشيء عندهم للجنة العجيب في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربط كل عبادة في الدنيا دي كلها كان يربطها بالجنة بدءا من الشهادتين من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الوضوء لما تتوضع شفت دي من توضع في أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبدوه ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتعة له أبواب الجنة الثمانين في الصلاة من صلى البردين دخل الجنة البردين لما العصر والفجر وخبالة يجي في الحج من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من حجه كوم وردته والحجة المبروة لا يستلها جزاء عند الله إلا الجنة ومش عارف من فعل كذا كل حاجة من خطم له بالصيام يوم دخل الجنة في طلب العلم ومن سلك الطريق أن يلتمس فيه من سهل الله له بيه طريقا إلى الجنة إذا كل حاجة في الدنيا كل عبادة كل شيء بتقدمه قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجنة ليه؟ علشان الهمة تعلو وانت بتتوضى تحس إن أبواب الجنة بتتفتح وانت بتصلي إن انت بتصلي إن شاء الله من أهل الجنة بحسن ظن بالأسحة تعالى وانت بتصوم من خطم له لو موت النهار ده أنا من أهل الجنة في أكثر من كده حتى في دعاء سيد الاستغفار اللهو ما أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء كما عند البخاري قال فمن قاله في الصباح فمات دخل الجنة ومن قاله في المساء فمات دخل الجنة في أكثر من كده يعني أبواب سيد يا ربطلق بين كل دا وتبين دخول الجنة تعالوا نختم بقى الدرس بثلاث نقاط سريعا إيه هي؟ أدنى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وآخر حاجة إن بكرة ممكن يبقى العيد فأذكركم بس بكلمة صغيرة قبل ما أذكر أدنى أهل الجنة وآخر أهل الجنة عمر بن عبد العزيز هو أمير المؤمنين يحكم 26 دولة دخل عليه الرجال في عيد الفطر المبارك عشان يهنونه بعيد الفطر المبارك دخل الرجال وخرجوا فدخل الصبية الصغار بعدهم فكان من بين هؤلاء الصبية الصغار ابن عمر بن عبد العزيز وكان يلبس ثيابا قديمة رثة مرقعة ده فيهم عيد وده ابن أمير المؤمنين فأول ما شافوا عمر بن عبد العزيز بكى فتقدم هذا الابن الصغير أستغفر الله الابن الكبير وقال يا أبتا ما الذي طأت أبك رأسك وأبكاك إيه اللي خالك تبكي قال لا شيء يا أبنية سوأني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك فياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك فياب الجديدة فضحك الابن وقال يا أبتا إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله كل يوم هي عد عليك وإنت متعد لبنا فأنت في عيد اوعى تكون ممن قال عنهم الله عز وجل الذين ينقضون غزلهم من بعد قوة أنكافا ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكافة حتى تبني عبدات وطاعة وصيام وقيام وقرآن وذكر لله وذل وبكاء لله سبحانه وتعالى وتيجي بعد رمضان في أول يوم عيد تعصى ربنا ضيع كل اللي فات من علامات قبول شهر رمضان يا جماعة إن تكون أنت موطيع بعد رمضان زي ما أنت كنت موطيع عبد الرمضان أو أنت تكون أحسن أو على الأقل تكون زي ما أنت إنما من علامات الخزلان إن الإنسان بقى يرطع في أوحال الذنوب والمعاصي بعد شهر طاعة كامل فده من علامات عدم قبول الشهر إلحى نفسك خد بالك الشيطان الشياطين مسلسلة طول الشهر هتنطلق بضناوة شديدة جدا مع أول هلال شوال هتنطلق على كل الموحدين علشان مش تقعك في صغائر ولا كبائر عايزة تقعك في الكفر والشرك وما قدرتش هتقعك في الكبائر فلحى نفسك حافظ على دينك وحافظ على الغزل الجميل الإيماني من الحسنات العظيمة التي كنت تغزلها وتجمعها طوال هذا الشهر الكريم مبارك نختم الدرس بآخر من ندخل الجنة وأدنى أهل الجنة الحديثان رواهما مسلم حديث الأول رواهما مسلم عن المغير ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه جل وعلي يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة فقال جل وعليا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال لا أدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة يسمع صوت الناس بيتتعاون في الجنة فيخيل إليه كل واحد خلاص الجنة مالت بقى يكون بنيت يعني فيخيل إليه أنها ملأة فيقول رب كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ملك ملك يعني نصر كرة أرضية مثلا يعني فيقول رضيته يا رب فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 في المرة الخمسة قال رضيته يا رب فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أنثار يعني أد ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك ممكن تشتهي نفسه قد اللي خده كمان ألفين مرة اطلب لأنت عايزة تطلب من الملك جل الجلال الذي لا تنفت خزائنه سبحانه وتعالى وفي رواية أن أدنى أهل الجنة يوم القيامة يقول له جل وعلا ورواية عند مسلم أيضا يقول له جل وعلا لك الدنيا وعشرة أمثالها يعني لك أد الدنيا دي كلها حداشر مرة ده مين يا جماعة ده أدنى أهل الجنة أم الآخر أهل الجنة دخولا للجنة ده حاله إيه حديث روا مسلم عن عبدالله بن مسعود أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة هو رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة يعني يقع مرة وتسفعه النار مرة تلسع مرة حتى إذا ما مر من على الصراط استدار ونظر إلى الصراط وإلى النار وقال تبارك الذي ينجاني منك ده آخر واحد ياخدش الجنة تبارك الذي ينجاني منك والله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين فيغرص الله عز وجل له الشجرة خب بالك فيقول يا رب فيقول ما لك يا عبدي يقول أدنني الرب من هذه الشجرة فلأستذل بذلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا عبدي ألئن قربتك من تلك الشجرة أتعطي العهود والموافق على أن لا تسأل شيئا غير ذلك يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك فيقرب من الشجرة فيستذل بذلها وأشرب من مائها ثم يغرص الله عز وجل له شجرة أكبر من الأولى أصرخ يا رب يا رب ماذا تريد يا عبدي أريد أن أقترب من الشجرة الثانية يقول جل وعلا ما أخدرك ونبيع السام يضحك يقول وربه يعذله لأنه يرى ما لصدر له عليه فما لم تعطي العهود والموافق يقول يا رب من المرض إن شاء الله مش أسأل وعزتك وجلالك لا أسأل وشان هو ذلك فيقرب من الشجرة الثانية إلى أن يغرص الله عز وجل له شجرة ثالثة وأخيرة على باب الجنة موقع استراتيجي بقى يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستذل بذلها فأشرب وأشرب من مائها فيقول جل وعلا عبدي ما أخدرك ورغم ذلك برضه برحمة الرحيم الرحمن يقربه من الشجرة الثالثة يستذل بذلها يشرب من مائها وهو وقف على باب الجنة بقى سمع صوت نعيم يا أهل الجنة فيقول يا رب أدخني الجنة فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك يعني ما الذي يرضيك حتى أن قطع سؤالك عني أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول العبد يا رب أتستهزئ لي وأنت رب العالمين فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر يا رب اجمعنا جميعا في الجنة ونتمنى نكون استمتعنا مع بعض بالحلقات بتاعة السابقون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الهمة العالية وأن تعلوا الهمة مرة أخرى وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشكر جميع إخواننا الأفاضل القائمين